نحضر وعيكم اليوم لهذا المعرض التجاري الذي أشرف على افتتاحه سيد والي الولايات مشكور على ذلك هذا المعرض يضم كل المؤسسات الانتاجية المتواجدة على مستويلية عنابة الهدف منه هو الترويج للمنتوج المحلي على مستويلية عنابة وأيضا إبراز القدرات التصديرية لكل المؤسسات التي أصبحت تنتج منتوجات ذات نوعية تضاهي كل المنتوجات العالمية وهذا يندر في إطار توجيه سيد وزير تجارة وترقية صادرات ومنبثقة على توجيه سيد رئيس الجمهورية والرامية إلى تجديع صادراتنا خارج قطاع المحلوقات شركة ميلاس كومورتي مختصة في صناعة الخارسانة والسيمنتر لدينا مجموعة مختصة في صناعة الخارسانة لدينا دو طيب فامي كأن الفامي تالي سيمنكل وين عنا تخوى بروديو ديفيرون حسب رغبة الزابون حسب القالي تالي فركة الزابون وحسب الأيكونامي والبوجه اللي عند الزابون على البروديو في البلان وفي الغري نفس الشيء لفامي دي رباتمان عنا بروديو سبيشيالما مخدمة لحسب الإنزاء وإنه يتطلق لحسب الأيزاء وإنه يتطلق يمكنك إداء الأسفل ويستطلق مخدمات سا الثاني لدينا مونوكوش لدينا مونوكوش لدينا مونوكوش لدينا مختلفة لدينا مختلفة لدينا مونوكوش السلام عليكم جمعوث رفشتتي جمعوث رفشتتي جمعوث رفشتتي في الانتراضي جمعوث رفشتتي بش نزيد ونعرفه بالبروتويته اكتر و اكتر اصلا هو معروف و ديسبونيبل و في 48 ولاية هاجر ميلي مؤسسة المواد التجميل الطبيعية شاركنا اليوم في المعرض هادا بش نعرفه بلا مخكتاعنا و بل ما نتوشتاعنا نتوشتاعنا معندوش يصير من يخرج بالمخشي دونك بده بينا نتعرفه اكتر و نعرفه بيها الجمهور جزائري انا راني شاب جزائري راني اتخل في الدومان تاع الاغريكول ان 2017 و ذرك اراو متطلابات راني انفستيط بمال الخاص ترك المتطلابات انو اه توفرونا مكان لتخزين و بها تكون كما نقولو احنا السلعة متوفرة ادول الموما و حتى السلعة تكون متوفرة اريير سيزون معكم نشما جوب حاضرين اليوم في المعرض الانتاج الوطني انا كمؤسسة وطنية مختصة في انتاج المواد البناء و الصرف السحي والتهي الخارجية و العمرانية و كذلك عنا فرع مختصة في الحلول المعلوماتية حاضرين اليوم بمتوجاتنا شكرا للمتاباتنا الانتاج الانتاج الوطني شكرا للمشاهد السلام عليكم متوفرة مسلحة بالنقاط البعار في المالبنت ادور عن نبا احنا مقدمولكم فرع ممتوفرة من المنتجات الالبان دات قيمة غذائية عالية ودات جودة وكذلك تتناسب مع القدرة الشرائية على المواطن نراعي وإحنا قدرة الشرائية على المواطن نهام الشربح بتاعنا يكون قليل كتبونا للمنتجات الغازية معروفة على القطاع الوطني والجهوي نشكروا المبادرة على غرفة تجارية الليلة عن نابا اللي عرضتنا باش نشاركوا في هاد المبادرة لمنتوج الوطني وشركة بونا يعني لها معروفة في الإطار الجهوي ولا في الإطار الوطني يعني توزيع تحها في كامل طوارب الوطني أهلاً وسهلاً مرحباً في شركة رايلان لصناعة كل المستلزمات الإلكترونية والكهرومنزلية نحن متوجدون هنا في معرض المنتجات الجزائرية وذلك بغرض التقرب من المواطن الجزائري والمستهلك الجزائري بصفة عامة الشركة حالياً عندها 20 سنة من التواجد على السوق الوطنية توفر كامل المنتوجات التي يحتاجها المواطن من المستقبل الأجهزة الصغيرة من مستقبل القنوات إلى وصولاً إلى ثلاجة دات سعة 690 لتر مروراً بالغسالات، غسالات الأواني وكامل المستلزمات الكهرومنزلية المعرض هو فرصة مواتية لكامل الشركات الجزائرية لتقرب كما قلت سابقاً من المواطن والمستهلك وكذلك هو فرصة للتأكيد على جودة المنتوج الذي يطابق كامل المواصفات العالمية ويضاهي كامل الماركات التي تتواجد على السوق الوطنية السلام عليكم مديرت سيدة سيدة شانس أميرة ومديرت المصالح الفلاحية لولاية عنابة احنا مشاركين اليوم في هذا المعرض مشاركة الفلاحين منتجي الحمضيات والأرجار المطمرة كذلك منتجي النحل احنا كمديرت المصالح الفلاحية هنا نتمنى كل المجهودات التي تبدل من طرف الفلاحين والمنتجين والمربيين وكذلك لتجسيد كذلك برنامج سيد رئيس الجمهورية في تطوير كل من الزراعات الاستراتيجية المواد المنتجة لمنتوج الوطن من زيوت من سكر من سميذ من فارينة من التعليب من مواد تجميل مواد غدائية وشفنا بالله يبارب كي يعني تنوع كبير في البروديوية الجريال في المادة المنتوج الجزائري زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر